هذه الحلقة ملخص لـ 12 بحث عالية الجودة ومنشورة في المكتب الوطني الأمريكي للطب NCBI على مدى 9 سنوات وعلى شريحة واسعة جدا من مرضى تشحم الكبد كلها عن العلامات الظاهرة التي تدل على تشحم الكبد الغير كحولي من البداية وحتى النهاية وهذه الأبحاث متاحة للجميع بإمكانك تراجعها المصادر في صندوق الوصف اهتمامي بهذا الموضوع شخصي ونابع من معاناتي من مشاكل الكبد كنت ضحية له وخسرت المرارة وقمت باستقصال المرارة العام الماضي ولأني أحبكم عملت هذه الحلقة فقط عن الأعراض والعلاج بدون حشو زائد لذلك امنح هذا الفيديو إعجاب ودعم القناة بالاشتراك وانشره لعل يستفيد منه أحد يعاني من مشاكل الكبد وخليني نبدأ بصد الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب طبعا وظيفة الكبد في الجسم أساسية وهي تنظيف الجسم وإنتاج عصارة المرارة للهضم وإنتاج مركبات الدم وتخزين كل ما هو فائض عن حاجة الجسم وعندما تعاني من مرض الكبد الدهني فأنت تفقد بعض قدرة الكبد على القيام بوضاء فوق ولكن يعطيك علامات وأعراض ظاهرة ومدروسة وتزداد مع تقدم الحالي يوجد أربع دورات لتشحم الكبد وهي مراحل متراكمة بمعنى أنها تتطور من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وهكذا المرحلة الأولى تسمى ستيتوسيز وهي الكبد الدهني البسيط ستيتوسيز عبارة عن تراكم للدهون الزائدة في الكبد ويخطئ الكثيرين الضن بأنها بسبب كثرة الدهون في التغذية الأبحاث الآن تقول بأنها بسبب تحول الكربوهيدرات لدهون في الكبد لأن الكبد هو المكان الذي تتراكم فيه الدهون الزائدة عن خلايا الجسم ولكنها تعتبر غير ضارة في هذه المرحلة الأعراض تتراوح بين لا أعراض إلى أعراض خفيفة وقد لا تعرف أنك مصاب بهذه المرحلة حتى تعمل اختبار دم مفاجئ وتكون النتيجة غير طبيعية يبدأ الكبد بإعطاء علامات تحذيرية يجب على كل من هو فوق سن الثلاثين معرفتها تبدأ الأعراض بالشعور بالخمول والتعب لأن الكبد منهك من تخزين الدهون فتشعر بالفتور معظم أوقات اليوم وفي الصباح تستيقض أحيانا قبل المنبه وتصعب العودة للنوم بسبب الأرق وتكون رائحة الفم كريهة بسبب المواد الكفريتية في مجرى الدم وتنتقل من الرئتين لتعطي أنفاسك رائحة مميزة وتلاحظ بأن اللسان مغلف بفيلم أبيض بسبب نمو فطر الكانديدا يبدأ البطن بالتكور الذي يوصف بأنه كرش الوجاهة ويدل على الاحترام ولكن للأسف هذا اعتقاد خاطئ فهذا البطن قليل الدهون كثير السوائل وتشعر بأنه منتفخ كالبالون المعبأ بالماء بسبب نزوح السوائل من الكبد وعكسه هو هذا البطن الدهني المتدلي وهو بسبب فرط نشاط هرمون الكورتيزول وستلاحظ تكريع أو تجشؤ بعد تناول الطعام خاصة إذا كان يحتوي دهون بسبب عدم الهضم الجيد ويعاني المريض من انتفاخ وغازات وأخيرا سيقول لك طبيبك بأنه عندك ارتفاع السكر أو الكوليسترول أو الدهون ويلقي باللوم عليها لكل هذه الأعراض ولكن بالأصل السبب هو تعب غدة الكبد الذي يؤثر على باقي غدد الجسم لأن الجسم حلقة مغلقة ويعمل سترس على باقي الغدد كالبنكرياس والغدة الدرقية والغدة الكفرية ولهذا يحصل خطأ بتشخيص الحالة هذه المرحلة بتتطور خلال 3 إلى 7 سنوان وقد يوصف لك الطبيب في هذه الفترة ميتفورمين وتورفاستاتين وفيتامين دال المرحلة الثانية لما بتابع الشخص نمط حياته كما هو اعتقادا منه أنه من أعباء الحياة يبدأ الشكل الأكثر عدوانية للحالة وهي ستيتو هيبوتايتس فبالإضافة إلى الدهون الزائدة بتطور التهاب في الكبد وتصاب أنسجة الكبد بالتهاب الالتهاب استجابة الجسم الشفائي الطبيعي لأي ضرر أو إصابة في الجسم وفي هذه الحالة خلايا الكبد تلتهب وهذا يتلف خلايا يزيد من العلامات السابقة سوءا الشعور بألم خفيف في الجزء الأيمن العلوي من البطن أسفل الأضلع بسبب تضخم الكبد أو الطحال المصطلح المستخدم هيباتوس بلينوميغالي وهذا الألم ينتقل إلى الكتف الأيمن وليس الأيسر الكتف الأيسر متعلق بمشاكل القلب أما الكتف الأيمن فهو بسبب الضغط على العصب المسمى سبلينيك نيك نيرف الذي يمر من الكتف الأيمن بقرب الكبد ومن علامات تضخم الكبد ارتفاع ضغط دم الأوردة الكبدية ويسبب نزوح السوائل وتراكمها في البطن ويتكور أكثر وتسمى الحالة السايتس وأيضا قد تشعر بألم في القلب والسبب هو ضغط الكبد للأعلى الذي يقلل المساحة المتوفرة للقلب وتلاحظ الحالة إذا كنت مستلقي على جنبك الأيسر فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فأنصحك بالنوم على جنبك الأيمن أما علامات تضخم الطحال فهو يضغط على الماعدة ويسبب الحزقة المستمرة وانتفاخ بعد تناول الطعام وارتجاع حمض الماعدة والحرقة في الصدر ومشاكل المرارة أيضا تطفو على سطح المشاكل بسبب ضعف إفراز الكبد للعصار الصفراء الهاضمة للدهون فتتركز وتكون حصوات المرارة وتحمل البنكرياس عبء مضاعف إفراز عصارته الهاضمة لتغطية عجز المرارة فيشعر المريض بألم في البطن وعسر الهضم ويقل امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين A ومن أعراضه ضعف النظر وفيتامين D وأعراضه ألم العظام والمفاصل والكآبة وفيتامين E وأعراضه جفاف الجلد وألم العضلات وفيتامين K وأعراضه الهبات الساخنة والكدمات بسهولة وحص الكلا وارتفاع ضغط الدم وتكلس المفاصل مع الوقت وتقدم الحالة وكثرة الدهون يحصل تجمع الدهني تحت القفص الصدري ظاهر أكثر عند النساء أما عند الرجال يكبر الثدي والحالة تسمى غايني إيكوماستيا وفي الصباح تشعر بضبابية الدماغ وضعف المفاصل وصلابة في الظهر أو بين الأكتاف كل هذه الأعراض بسبب عدم كفاءة الكبد على تصفية سموم الجسم ستلاحظ أعراض إضافية غير مباشرة فمثلا إذا لاحظت سخونة القدمين في الليل أو انقسام عميق لأسفل وسط اللسان فهي بسبب فقر الدم أو نقص الحديد ونقص فيتامين B2 وB6 وحمض الفوليك أما الحرقان في اللسان فهي بسبب فقر فيتامين B12 والزنك والبقع الحمراء والبنية اللون على اليدين أو سائر الجسم تظهر بسبب فقر فيتامين C أو بسبب حساسية الإنسولين لأن الجلوكوز يمنع دخول فيتامين C للخلايا وهذه الأعراض ليست أعراض الكبد بشكل مباشر وإنما بسبب ضعف قدرة الكبد على تخسين الفيتامينات والمعادن وقد يتحول لون البول للبرتقالي بسبب ضعف تصفية الكبد أو يصبح عكر بسبب حصى المرارة تتطور هذه المرحلة خلال ثلاثة لأربع سنوات وهنا سيعاني المريض على الأغلب من السكر النوع الثاني والسمنة ومشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية أو الكوليسترول المرحلة الثالثة من تشحم الكبد هو التليوف أو فيبروسز وهو الوقت الذي يؤدي فيه الالتهاب المستمر في الكبد إلى تكوين نسيج ضام ليفي ندبي أو يسمى سكار تيشو حول خلايا الكبد والأوعية الدموية ويحل هذا النسيج اللي فيه محل بعض أنسجة الكبد السليمة ولكن لا يزال هناك ما يكفي من الأنسجة السليمة لكي يستمر الكبد في العمل تتطور الأعراض السابقة لتصبح أسوأ وبالإضافة لذلك تظهر حكة وحساسية لا تفسير لها وتورم في الجفون وحمرار العيون في الصباح ورغب للأطعم المقلية والأطعم الحامضة لكي يعوض الكبد عن العصار الصفراء وتلتهد المفاصل بشكل متكرر بسبب تراكم نفايات الأيض وعدم إيصال دم كافي لها ويرتاح المريض على استخدام كمادات الماء الحار وأيضا تصلب وتقرح أو تورم أو سواد في مفاصل الأصابع وأبيضات في باطن الأضافر وأخيرا تظهر مشكلة الدوالي وعروق العنكبوت بسبب تراكم هرمون الاستروجين وقد يحصل نزيف بالأنف بسبب توقف الكبد عن صنع ما يكفي من الصفائح الدموية للمساعدة في تخثر الدم وتستغرق هذه المرحلة 3 إلى 7 سنوات وإلى هنا ما زال بإمكانك عكس تشحم الكبد واسترجاع كامل طاقات الكبد كما كانت قبل المرض إلا إذا تقدم المرض إلى المرحلة الأكثر خطورة عندما يحصل انتشار واسع للنسيج الضام أو سكار تيشو وكتل خلال الكبد المدمرة يتقلص الكبد ويصبح متكتل وهي المرحلة الرابعة سرهوسز أو فشر الكبد ويحصل بين سن الخمسين إلى الستين بعد سنوات عديدة من التهاب الكبد تصل لعشر سنوات مرورا بالمراحل المنبكرة من المرض والضرر الناتج عن التليف دائم ولا يمكن عكسه ويحتاج المريض لزراعة الكبد وغالبا ما يعاني مرضى فشر الكبد من صراع طويل مع الأعراض السابقة بالإضافة للسكر النوع الثاني وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون وتراكم السموم في الجسم والعراض الاستثنائية في هذه المرحلة هي أصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة البليروبين وهي مادة صفراء تنتج من تكسر خلايا الدم الحمراء وفشر الكبد في طرحها خارج الجسم وينتج عن ذلك حكة وهرش ومشاكل جلدية تليف الكبد يمنع تضفق الدم الطبيعي عبر الكبد وبالتالي يزيد الضغط على الوريد البابي الكبدي من الأمعاء والطحال ويؤدي هذا الضغط إلى تراكم السوائل في الساقين وتسمى الوذمة أو اديمة وفي البطن تسمى الاستسقاء أو السايتس لمرحلة قد يحتاج فيها المريض لإزالتها جراحيا ويفقد المريض الشهية وبالتالي الوزن وتبرز الأصابع وتتكور طيب الآن رح تسألني يا دكتور ما هو علاج تشحم الكبد تابع معي لخص العلاج بثلاث خطوات العلاج المضمون النهائي المدعم بأبحاث والتجارب على ملايين المرضى وهذا العلاج من مواد البيت ما رح نخرج بره وما يحتاج تتكلف على كابسولات مضادات الأكسدة لتنظيف الكبد ولا عشبة الكبد السحرية المستخرجة من باطن المحيط ولا خلطة منقوع زهور وبذور جنة عدن ولا حتى العسل الأصلي لأن الصراحة هذا استخفاف بالناس وخداع تجاري وأنا كنت الضحية لما جربتها وخسرت مرارتي بسببها أول خطوة لشفاء الكبد هو استعادة قدرته على إنتاج العصارة الصفراء أو بايل لأنها سلاح الكبد الفتاك لتحطيم الدهون والفضلات والسموم وترضها خارج الجسم وإذا ركزت على المحافظة على استمرار إفراز هذه العصارة ترك الكبد يعالج نفسه بنفسه العصارة الصفراء بتتكون 80% من كوليسترول وأملاح وأحماض الكوليسترول إذن نستنتج أن الكبد يحتاج دهون حميدة وخضروات لذلك كل يوم استهلك بيضة إلى بيضتين شبه نيئة وبحدود 20 إلى 40 جرام دهون من مصادر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الزبدة البقرية وأضف صحن مغذيات نباتية كبيرة على كل وجبة وخاصة المصنوعة من الخضروات الصليبية وأيضا استهلك ملعقة من خل التفاح العكر مع كوب الماء الصباحي على الريق لمساعدة الماعدة على هضم الطعام لأن الماعدة تحتاج حمض عالي التركيز وهذا علاج لمعظم مشاكل الهضم ومنها الانتفاخ والغازات وحرقة الماعدة والارتجاع وعسر الهضم وإذا كنت عاني من مشاكل تشحم الكبد بشكل مزعج أنصحق بتناول كبسولات أملاح العصارة الصفراء أو بايل سولتس مع الوجبات لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الكبد على الهضم والاستفادة من الفيتامينات في الطعام الخطوة الثانية هي الاهتمام بهرمونات الجسم احفظ اسماء هذه الهرمونات الستة عن ظهر قلب ثلاثة تخزن الدهون وثلاثة تحلق الدهون أول ثلاثة هرمونات تخزين ولازم تتجنبها وهي واحد الانسولين يفرز عند تناول الكربوهيدرات المحسنة لذلك امتنع عنها وأخرجها من نمط حياتك الغذائي اليوم قبل الغد شرحتها ومصادرها بتفصيل جميل جدا راجع الرابط بصندوق الوصف والهرمون الثاني هو الكورتزول يفرز بسبب الارهاق او الاجهاد او سترس او الادوية الكورتزونية والهرمون الثالث هو الاستروجين يأتي من اللحوم والمبيدات الحشرية ومنتجات الصوية ثانيا هرمونات حرق الدهون الاساسية هي ايضا ثلاثة واحد هرمون النمو جروث هرمون اثنين الكلوكاغون وثلاثة هرمون التستستيرون بإمكانك تحسين افراز هذه الهرمونات عن طريق ثلاث حاجات الاولى بالرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الاسبوع وتذكر ان العضلات هي محرقة الجسم رقم اثنين النوم لمدة 8 ساعات متواصلة في الليل وليس في النهار ورقم ثلاثة الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة في اليوم على الاقل راجع الروابط في صندوق الوصف شرحت طرق تطبيق هذه البرامج بكل بساطة واخيرا الخطوة الثالثة الناشطين في تقديم العلاجات السريعة ممن يروجون الخلطات السحرية والعشاب الغريبة واسماءها الخرافية ما هي الا زاوية واحد ضيقة من العلاج الا وهي مضادات الاكسدة وبعض الفيتامينات والمعادن التي تعتبر في الطب مكملة للبرامج الصحية وليست العلاج بحد ذاته طيب يا دكتور هل تنصحنا فيها؟ الجواب كما يقول فلاسفة الطب It depends مضادات الاكسدة والمغذيات النباتية هي وجهين لعملة واحدة فمثلا شاي عشبة حليب الشوك او ملك ثسل تحتوي على مغذيات نباتية تسمى فليفانويدز وهذا ممتاز جدا اذا هي متوفرة عندك ولكن الفليفانويدز ايضا موجودة في مجموعة واسعة من المغذيات النباتية بمعنى انه لا تحتاج ان تركز على نوع واحد من الاعشاب للحصول على مضادات الاكسدة تناول ما هو متوفر امامك منها مثل خل العنب الاحمر والشمندر والرمان والبصل والثوم والزنجبيل والكركم وقشور التفاح والقص الهندي والزعتر والكزبرة والسبانخ والشاي الاخطر الاخ 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 وايضا شرحتها ومصادرها بتفصيل جميل جدا راجع الرابط بصندوق الوصف واذا انت بتعرف اي اعشاب مضادة للاكسدة شاركها معنا في التعليقات خلاصة الكلام سبب تشحم الكبد هو السنوات الطويلة من الاختيارات الغذائية الخاطئة اذا عم تبحث عن خلطة مشروب سحري او حبوب مصنعة بالمختبر او عشبة تنمو في الغابة تنظف هذه السنوات باسبوع واحد فهذه اوهام ولا يقبلها العقل ولصح في علاج الكبد وحرق الدهون المخزنة هو اعتماد نمط حياة يتماشى مع الطبيعة واستهلاك مجموعة متكاملة من المغذيات ومضادات الاكسدة المحبب للكبد والتخلص من المواد والعادات المدمرة له والاستمرار عليها لفترات طويلة هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزة المشاهد اتمنى ان تكون استفدت منها لا تنتظر الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة وتغذر الاعجاب وكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وتشوفكم بحلقة اخرى باذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة